السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم نرحبكم دائما في القناة لكم ونتمنوا لكم إن شاء الله الاستفادة الجيدة وتقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة ومرحبا بكم تحية خاصة إن شاء الله ومبركة عواشركم هنا إن شاء الله سنصوبوا هذا البني واحد الشكل البني طويل كي يجيزوين في الشكل دياله كي يجي في المهدق دياله رائع يجيزو المقلاب بطبيعة الزيت سنقلوه في الزيت وما كي يشرب الزيت نهائيا لا تدخل ليه نقطة الزيت لو تبعتم معي الطريقة الصحيحة للطبيق لهذه البني إن شاء الله أولا وقبل كل شيء سنرى المقادر كالتالي لدينا الفرس هذه تقصنا 1 كيلوغرام كيلوغرام يمكنكم تقصموا المقادر على حسب العائلة واحد ستاد البيضات ستاد البيضات 30 غرام الخميرة الخبز 15 غرام الملحة 200 غرام السكر 20 غرام الزيت طبيعة الحال 14 غرام طبيعة الحليب وهنا لدينا الكريمة القشطة الحلوية صعبناها بالشوكولة يمكنكم تصعبها بالفاني تكون الفانيك أو الشوكولة يمكنكم أي بارفان الملحة 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 ستاد البيضات طبيعة حليب هنا الملحة السعيدة البيضات ونضيف حليبنا قليلا بشوية ونضيف حليب بشوية نضيف حليب برد ونضيف حليب برد نضيفها ترتاح قليلا قبل أن نقطعها سوف اضعوا منه ضعها مالذي اترتاح لا يسرحوا من اقوم المجدد لأقوم بالفرس لا يضع المجدد سوف نشرح البنت ونضعه قليلا لا نقطعه، لن ضعه قليلا لن نقطع الدخول ونحاولو نقذو باش الفورماتين كلها مقدة الفورمات البني ديالنا تجي كلها واحدة بيس اعلى هاد شكل ماشي دائري مولي فين كنديرو دائما البني دائري قد نديرو بحلقة ونحاولو ننزو البني ديالنا بحلقة نحطو طوا ديالنا هكذا نحاولو نجبدو شوية من اللي نحطو نجرو شوية من اللي نقطوه من اللي نقطوه ونغطيوه ونخليوه يخمر على خاطر خاطر هلاء ان شاء الله ونطلقاوه من اللي غادي نقليوه بإذن الله شوفوا العجين ديالناره لعجينة طبع تكونش العجينة قصحة باش البني يطلع ونجي مزيان هر البلاتو دي يزلينا اثناشر بيس اعلى ديالنا الخامر هدين ندول نرميه في المقلع بحلقاوه سوف نضيف البني ديالنا سوف نضيف المقلع اثناشره بحلقة سوف نعمره في المقلع ونقطع البني ديالنا سوف نعمره بحلقة حلقة مرحبا هذا هو البني الرائع ديالنا انتمنى منكم تجربوه كي يجي رائه وكي يجي هائل وما كتجيش فيه ريحة الزيت نهائيا نهائيا يعني الخميرة ديلكم تكون مزيانة دائما ردوا البلد الخميرة ما تكون شى خميرة نقصة وما يطلعش لكم مزيان دائما الخميرة تكون جديدة باش ينجح معكم بني ديلكم ان شاء الله انتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق باش نجزو دائما الوصفات اللي كنعطيكم واللي هما رائعين بإذن الله ولكم ان شاء الله مننا كل التقدير والاحترام وكنتمنى لكم ان شاء الله عوشي مباركة والله يوفق الجميع ومرحبا لكم هذا بني رائع بمعنى كلمة انتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله